مرضى نادي الاسماعيلي يعني صدمة غير طبيعية بالخروج من دول 32 في بطولة كاس مصر على يد نادي النجوم وهي زي ما بنتكلم كده انا اتفرقت على اجزاء من المباراة انا صعبان علي جماهي النادي الاسماعيلي وصعبان علي حمزة جمع للمدير الفني والجهاز الفني يعني مع احترام يعني لأي لعيب في نادي الاسماعيلي يعني يا اخي ده انت بتلعب في نادي كبير يا اخي يا اخي ده انت بأي وش عايز تاخد فلوس من نادي الاسماعيلي ده تاريخ نادي الاسماعيلي اللي هو اول نادي في بطولة افريقيا او اول نادي في افريقيا حصل على بطولة دولي الابطال بقيادة سيد عبد الرازق وعلى بوجريش نادي الإسماعيلي ده لتاريخه مش أنا اللي هتكلم على نادي الإسماعيلي لما أنت فريق بيلعب في القسم طب نجيب لكم مين عشان تكسابه يعني لما يعني فيه ماتشاط كده فيه ماتشاط لهي محتاجة مدرب مين مين معا كابتن أسامة خليل طبعا نجمة مصر ونجمة نادي الإسماعيلي معايا طبعا بعد اخسارة الإسماعيلي بس هكامل فيه ماتشاط كده لهي بتحتاج وهو كابتن أسامة خليل يعني قدرى مني ونجمة كبير طبعا واسم كبير فيه نادي الإسماعيلي وفي الكرة المصرية فيه ماتشاط لهي محتاجة مدرب ولهي محتاجة جماهير فيه ماتشاط أحيانا بتبقى اللعبة يقولولك ماتشاط كده بنتمرن عليها ففريق بيلعب في الدورة الممتاز أه بيمر بظروف صعبة وفريق بيلعب في القسم الثالث بيطمح لأنه هو يرجع مرة تانية بقيادة أحمد عيد عبد الملك قدمه مباراة محترمة لكن في نفس الوقت يعني ده كلامي للعيبة ده أنت بتلعب في نادي الإسماعيلي تخرج من الدور الـ 32 على أو أمام فريق بيلعب في القسم الثاني ولا في القسم الثالث يعني حاجة صعبة بصراحة لا ليها علاقة بقى لا تيجي تقولي إقدارة ولا تيجي تقولي أصل حمزة الجمل ولا تيجي تقولي إحمد إيناوي ولا تيجي تقولي في ماتشاط ما لهاش علاقة ده إحنا لو لمنا بعض ده الكابتن وصابة خليل اللي هو المتحدث الرسمي اللي هيكون معنا دلوقتي لو بيلعب دلوقتي ده هيبقى بمستوى قد الفرقة دي عشين مرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر